تتربص بضحاياها وبهدوء تام تنتظر اقترابهم لا تخطئ أهدافها وتصيب دون تمييز حرب الألغامي أو الحرب المؤجلة كما يطلق عليها لا تزال تحصد أرواح الأبرياء في العديد من المناطق منذ أربعة أعوام وميليشيا الحوثي تواصل زراعتها للألغام الأمر الذي أدى إلى سقوط لمئات من المواطنين وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الحرب بسبب كثافتها بلا خرائطة وبشكل عشوائي تواصل ميليشيا الحوثي زرعها الألغام مما ضاعف من مهمة كشفها وإتلافها مستقبلا وعلى الرغم من نداءات المنظمات الدولية والأمم المتحدة لميليشيا الحوثي بضرورة التوقف عن زراعة الألغام إلا أنها لم تستجب لذلك بل واصلت زرع الألغام حتى في البحر الجيش الوطني كان له دور كبير في نزع وإتلاف مئات الآلاف من الألغام في عدد من المحافظات كان آخرها نزع أكثر من 76 ألف لغم مضاد للأفراد والآليات في محافظة تعز وفق ما أعلن عنه مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد أمين العقيل إحصائية كبيرة لمئات الآلاف من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي قابلها أدوار ضعيفة للمنظمات الدولية والأمم المتحدة وهو الأمر الذي يضعها أمام العديد من التساؤلات حيال دورها الحقيقي في الحد من انتشار زراعة الألغام ومنع الميليشيا من مواصلة جرائمها بحق المدينة حاضرا ومستقبلا